اخ عزيز كابتن فاضل كل الصفات الطيبة الجميلة اللي انا ممكن اقولها على اي حد مش اقولها غير في الكابتن حمد نوح الاخ والصديق وكل حاجة حلوة موجودة في الكابتن حمد نوح مش من جمال سالم اللي بيقول كده الشعب مصر كله اللي بيحب حمد نوح هو اللي بيقول كده علاقتي بحمد نوح بدأت من قبل ما يجي نادي المقول عرب وهو في نادي اسكو انا الوحيد نمكن اول مرة اقولي الكلام ده في قناة النادي الاهلي علاقتي بحمد كنا بنلعب ماتشن ما قول عرب واسكو تحت 17 سنة قبل ما حمد يجي عندنا النادي بسنة قبل ما يجي بسنة او سنة ونص كنا بنلعب في اسكو تحت 17 سنة وتعرفت على الكابتن حمد هناك بعد الماتشي كانوا بيتفرجوا علينا كابتن حمد والكابتن ابو الرحاب والكابتن عثمان غزال الله ارحمه والكابتن سامير السلام الله ارحمه الناس الحلوة الطيبة دي وتعرفت عليه وجناداني وقال لي انت هتبقى لعب كويس انت راجل فاهم وبتلعب كويس يعني فاهم كورة وبتلعب بدماغك وهتبقى فيهم القام لعب كويس وابتدت العلاقة كابتن حمد طبعا انا يعني زي ما قلت لحضرتك انا شاهدت في كابتن حمد مجروحة ليه كابتن حمد تحس انه هو قائد في الملعب قائد بمعنى كلمة قائد بيعرف ازاي يوظف او يخلي اللعيبة بتاعتنا تبقى مهيئة ازاي تبقى في الجيم عارفة وحافظة كل حاجة او عارفة هتعمل ايه افريقيا والدوري افريقيا والدوري يعني احنا خدنا افريقيا ومعنا كابتن حمد نوح وطلع حداف وخدنا الدوري وكابتن حمد كان له بصمة في ان المقول عرب تتوق بالدوري العام في السنة دي سنة 83 يعني احنا خدنا افريقيا 1382 وحمد ملعبش معنا السيمي فينال والفاينال الدوري كمل معنا حمد لحم خدنا الدوري وعملنا شوه كبير جدا في الدور وكان بقى لينا باعة كبير جدا والحاجة جميلة برضو اللي أنا حابب اللي حضرتك طرحتيها دي برضو في الذكرات بتاعت حمدي ان النادي الأهلي دخلنا البطولة أفريقيا النادي الأهلي في سنة 8081 الاهلي خد الكاس والدوري الاهلي لقى بطولة الدوري وإحنا لقى بنا إيه بطولة الكاس فدي من الذكرات الجميلة ان النادي الأهلي كان سبر يعني النادي المقول العرب اه خدنا دخلنا افريقيا عن طريق كاس مصر يعني النادي الاهلي لما خلى المقول العرب في كاس مصر كانت دي بوابة انطلاق نجوم المقول العرب انا واحد منهم اكسم بالله ربنا جعل النادي الاهلي ادخل الدور و احنا ادخل كده عشان المقول العرب دي يبقى ليها باع كبير في الدور و ليها باع كبير في افريقيا والناس يعرف مين نجوم المقول العرب الا انا واحد منهم وسعيد جدا ان انا لعبتي في الفترة دي وفي الوقت ده مع النجوم دي. الحاجة التانية بقى والاجمل ان احنا لعبنا في سنة اربعة وتمانين الدور قبل النهائي مع النادي الاهلي في كاس افريقيا وخرجنا يعني من الصدف الجميلة ان الاهلي دخلنا افريقيا وهو اللي خرجنا من افريقيا. بس اللي انا عرفه اللي انا عرفه كويس جدا ان محمد صلاح اترعرع وتعلم وتنور وتعلم كل حاجة عن طريق حمدي ازاي? اللي انا سمعت برضو يمكن في في مشوار التدريب بتاع حمدي في الفترة بتاعت المقول عرب دي بالذات ان حمدي كان بيجيب محمد صلاح الساعة تمانية صبح يوم بعد يوم. كل يوم يجيبه تمانية صبح. قال له انت رجلك الشمال شغالك ويس جدا عادي اني شغل اليمين هنشتغل عليها. فكان بيجيبه وعمله ونماله كل حاجة حمدي مهاريا من اشتر المدربين المهاريا في مصر وفي الوطن العربي هو وعلي يونس احنا شاطرين الحمد الله كلنا شاطرين شاطرين بس حمدي بالزاد في الحتة التنمية وحتة يعني ينمي الموهبة عند الولد او المهارة عند الولد شاطر فيها جدا وانتوا عارفين انتوا جيتوا النهار ده وشايفين ان انا من متعوبة من حياتي شعبية وليه الفخر ان انا من متعوبة بلدي وحياتي واهلي فخرجت لعبتي في المهولة عرب وانا عندي 16 سنة ابتدت اتعرب على الكابتن حمدي شوفت فيه الرجولة والشهامة ابن البلد الجدع ابن البلد اللي بيحبوا الناس ابتدت اتقرب من حمدي جامل عشان كنت عايز ابقى راجل جدع ابتدت اتعرب من حمدي نوع جامل عشان عايز ابقى راجل جدع زيه وده اللي وصلتني ان انا ابقى في متعوبة في بلدنا بحتتنا انا بقيت زيكابتن حمدي نوع راجل جدع الناس كلها بتحبيني لا انا انا أبو نوحا حاجة يعني مش عارف أقول أوصفها لك إزاي أتعلمت منه أبقى جدع الحمدي الحمدين هو حاجة كبيرة في مصر بس يا أخي فيه لعيبة يما بيتكلم عن حمد نوح وبيبكي دي أحلى نهاية للكلام اللي قاله يعني دي شوف دي حاجة طالعة من قلبه عايز تقوله إيه الوقت عايز أقوله يا جمال الكلام اللي انت قلت ده يا حبيبي انت من أعز الناس اصعياتش انت كمان بقى اه احنا نعاية بقى انت بقى نهاية حلوة أقدرش أقوله غير ان انت جمال ولد محترم ومن أسرة محترمة جدا وأنا عارف الولدة والوالد أخواتك وعشرتك كتير يا جمال انت إنسان محترم وجميل يا جمال وكنت العيب كبير جمال سالم ده كابتن مصطفى حكاية طبعا انت عدر بيه كمان عنده توقع عنده توقع عالي جدا وعنده خبرة وامتى يروح ياخد الكورة انت كنت بيجيب جلبي طوله يا جمال يقول لك انسى بوس بوس خلاص يعني وكان جنبه نبيل عمار ومجدي مصطفى كلهم لعيبة كبار طبعا لذلك خدمونا كتير وانا بحب جمال اني فعلا كنت أحسس ان هو أخوي الزغير طب قبل ما نروح لإسماعيل يا خلينا مع اللي هو عب مينم الحج ان هو كان لعيب كورة كان لعيب كورة على مستوى عالي جدا فهو عشان انت قلت حاجة في الأول مع دكتور طاها المدرب لما بيتعامل مع اللاعيب نفسيا وبيراحه نفسيا اللاعيب بينزل يموت يأكل النجيل عشان خطر المدرب فما تجي نسمى نشوفها مينم الحجة هيقولك كيف الله الله اشتركوا في القناة